اشتركوا في القناة اخوة العزاء ما فيش شك ان احنا كلنا لنا امنيات ولينا اشياء عند ربنا سبحانه وتعالى بنتمنى ان ربنا يعوضها علينا وربنا يرزقنا بالاشياء اللي احنا بنتمنىها اخوة العزاء بتظهر علامات في المنام او رموز في المنام او بتيجي احلام معينة بتبشرنا ان ان شاء الله ربنا هيعوض علينا وهيعوض صبرنا وهيجبر بخطرنا باذن الله تعالى خوالي عزائي هنتكلم عن العلامات دي بالتفصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو أحب أقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عند رؤية أو حلمه حبيب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وإن شاء الله نتواصل معاه ونرد عليه في أسرع وقت أول حاجة يا خوالي عزائي بالنسبة للرؤى اللي هنتكلم عن هدية مش شرط أن هي تخص جبر الخواطر أو العوض من الله سبحانه وتعالى ولكن بتدل أيضا على تحقيق الأبنيات وبتدل على أشياء كتيرة حلوة في حياة الإنسان يعني تحقيق أبنية خير قادم رزق بإذن الله أشياء كثيرة جدا العلامات دي علامات جديدة علامات مهمة جدا في ناس كتيرة ممكن تكون بتشوفها ومش عارفة أن العلامات دي بتدل على الخير وبتدل على أن ربنا سبحانه وتعالى هيجبر بخاطرك هنتكلم عنها وأول علامة أخواني عزائي تكون معنا هي رؤية النعش أو التابوت يعني إيه رؤية النعش أو التابوت طبعا أخواني عزائي اللي هيشوفوا الرؤية دي هيقلق قلق كبير جدا وهيقول طبعا رؤية غير محمودة بالعكس هي رؤية جميلة جدا أنك تشوف نعش أو تشوف تابوت طبعا معروف النعش اللي هو إيه الحاجة اللي بنحط فيها الميت وبنوصله بيها للقبر بتاعه فطبعا ناس كتيرة تقول مثلا أنا شفت جنازة معدية من قدامي شفت مثلا عزا شفت نعش شفت تابوت الحاجات دي كلها حاجات مبشرة جدا على قد أن هي رؤيتها بتخوى في الشخص وبتنظر الناس ولكن رؤيتها مبشرة بالخير إن شاء الله وخاصة لو كان الشخص مبتعد عن أمور معينة يعني إيه مبتعد عن أمور معينة يعني أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى شوية شفت نعش ده انذار ليك وعلامة على أنك تقرب وتترج بعض الأمور كمان علامة على الخير القادم لك إن شاء الله وإن ربنا سبحانه وتعالى لو أنت منتظر أمنية أو منتظر تحقيق شيء والانتظار طال وطبعا الصبر بتاعك بدأ ينفذ أو بدأ تتيقس الرؤية دي تقولك إن شاء الله الشيء بتاعك هيتحقق بإذن الله كمان إخوان عزا رؤية التاج التاج في أشياء كتيرة أو في أحلام كتيرة بتشوفه النساء ده رؤية جميلة جدا يا إما بيبشرها مثلا بزواج أو إنجاب كذلك الأمر يا إخوان عزاق الشخص اللي يشوف نفسه لا بستاج في المنام دي علامة على عوض ربنا سبحانه وتعالى عليه إن الشخص ده ربنا هيكرمه الكرم كبير جدا ممكن يبقى مميز ممكن لو هو موظف يترقى في وظيفته مازالا ممكن يكون في حاجات في حياته هو هيبقى مميز فيها وسط أهل وسط ناسه أو إنه هو منتظر تحقيق أمنية غالية أو منتظر مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخطره في موضوع معين فإن شاء الله هتتحقق الأمنية وهيتحقق رجاءه وطلبه من ربنا سبحانه وتعالى رؤية التاج من أفضل الرؤى وخاصة للنساء لو مرأة رأية نفسها إن هي بتشتري تاج أو بتلبس تاج ده من علامات تحقيق الأمنيات إن شاء الله كذلك الأمر يا إخوان أعزائي رؤية التراب التراب بيختلف هنا عن رؤية الطين زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده الطين لو إحنا متعفصين به أو متصخمتين بالطين ده علامة إن في بعض المشاكل محيطة بينا أما التراب ده حاجة تانية خالص إنك تشوف نفسك مثلا ماشي في تراب أو بتلم تراب أو الحاجات دي ربما إشارة إلى الرزق القادم والخير القادم لأن طبعا التراب هو أساس التربة ودي من أساس الرزق إن شاء الله كذلك الأمر يا إخوان أعزائي رؤية التكبير والتشهد في المنام ناس كتيرة جدا بتشوف نفسها إن هي بتقوم من النوم تقول أنا كنت بكبر في المنام وفي واحد بيقوم على التشهد مثلا أو بيشوف نفسه إن هو بيتشهد في المنام وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله وبيكررها دي رؤية جميلة جدا رؤية مبشرة جدا تدل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك وهيجبر بخطرك إن شاء الله في شيء أنت تحرمت منه أو شيء أنت محتاجه بإذن الله تعالى كذلك الأمر يا إخوان أعزائي أي علامات مثلا زي الاستغفار إنك تشوف نفسك بتستغفر ربنا أو بتقرأ الكرآن كلها تندرج تحت هذه الرؤية إن ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليك بإذن الله تعالى كمان إخوان أعزائي رؤية التين في المنام من الرؤى المهمة جدا التي تشير إلى الرزق القادم والأموال بإذن الله وإن ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليك عوض كبير جدا رؤية التين إنك تشوف نفسك بتاكل التين في المنام ده رزق بإذن الله رزق قادم كمان إخوان أعزائي إنك تشوف التين مثلا في شجرة وإنت بتقطف من الشجرة وبتاكل أو بتوزع التين أو شخص جاب لك تين هدية طبعا كل دي حاجات جميلة جدا تبشرنا إن إن شاء الله ربنا هيعوض علينا عوض كبير جدا ويشبر بخطرنا بإذن الله في موضوع إحنا منتظرينه موضوع إحنا منتظرين تحقيق الأمنية بتاعتنا ولذلك إن شاء الله هتتحقق بإذن الله تعالى كمان إخوان أعزائي رؤية التين للمرأة تدود لها إنها بإذن الله ممكن تحصل على أموال زي ميراس مثلا أو زي إنجاب بإذن الله تعالى لو هي بتفكر في إنجاب ده إنجاب قريب بإذن الله أيضا إخوان أعزائي من الرؤى المهمة التي هي بتبشرنا بجبر ربنا سبحانه وتعالى رؤية الجمعة في المنام الجمعة في المنام اخوان عزائي من الرؤى المهمة جدا يعني انك تشوف نفسك في يوم الجمعة بتصلي صلاة الجمعة مثلا او بتدعي في يوم الجمعة رؤية يوم الجمعة من الرؤى المميزة التي تدل على جبر الله وعلى العوض للشخص اللي هو بيشوف الرؤية دي ممكن الشخص يشوف نفسه انه هو بيصلي في ظهر الجمعة مثلا او بيدعي او في ناس بتدعي له دي كلها علامات مهمة جدا على تحقيق الامنيات وعلى الرزق القادم وعلى اشياء كتيرة جدا في حياة الشخص ممكن يكون هو بيتمنيها ومنتظرها باذن الله الحاجات دي هتتحقق وطبعا اه صلاة الجمعة في الجامع بتختلف من شخص لاخر يعني الشخص اللي هو ملتزم دينيا وبيشوف نفسه انه هو بيروح يصلي صلاة الجمعة دي علامة على تحقيق ابنياته طيب شخص مش ملتزم ما بيصليش ورأى نفسه انه هو بيصلي صلاة الجمعة يبقى لازم يتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى وده انذار لي عشان خاطر يقرب ويبتعد عن اه الامور ويقل من المعاصي شوية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة